في البداية إيه الدافع؟ إيه اللي ممكن يخلي أب أو أم يضربوا ولاده؟ إيه اللي ممكن يوصلهم لكده؟ موضوع التربية، يعني هم بيبقى شايفين أنه هم عشان يربوا ولادهم ويعودوهم على نظم معينة وقيم ومبادئ معينة فإس فجأةً التفل لو اعترض أو ما عملش اللي هم عايزينه لازم يبقى فيه عقاب وإجارة العادة في التربية القديمة أنه العقاب البدني هو ده أكتر حاجة بتخلي الطفل يخضع وينفز الأوامر أنا بس عايزة أقولك اعمل كذا فبتعمل كذا ربك أن الروبوت عندي بقولك شمال شمال يمين يمين ودي من أسوأ أساليب التربية أن أنا بديك أنك عندك رأي كنمش معاك، طب أنت قلت لأ طب لا ليه؟ طب مش عايز تعمل كده ليه؟ لازم نبقى فيه مساحة حوار ومنقشة لكن للأسف الأهل يعني زمان تعودوا على أن فكرة أن الطاعة العمياء دي أنت كده ربيت أنت كده ولد مهزب شخصية محترمة لكن لو جدلت أو تنقشت أنت كده ولد عنيد ومش محترم فهي الفكرة في إيه؟ إحنا عايزين نفهم أنه أنا هدفي أن أنا أربي إنسان عنده شخصية لرؤية مستقبلية لنفسه للمجتمع وعنده رسالة إزاي أنا أربي ده وأنا بربي شخص بتربية فيها شوية عمف حتى لو كانت العمف ده شوية ألفاز سلبية بتتقال فأنا كده بغير الخريطة الزهنية بتاعته عن نفسه لو أنا قلت له أنت ولد فاشل هيفضل طول الوقت لأن بابا وماما كأنه كده زي ما بيقولوا إيه كرقان كريم كده مقدس الكلمة بتاعتهم سبتة وخصوصا في المرحلة بتاعت السن تحت الست سنين هو مش شايف غيرهم وما بنسبله الأمان فأنت لما توصفيني يا ماما أو لما أنت توصفني يا بابا أنا خلاص أنتوا قلتوا كده تمام يبقى أنا كده فبيبقى شايف رؤية مشوهة عن نفسه بيطلع شخصية مهزوزة أنا لسه يعني مش عايزة نتكلم عن فكرة الأثار السلبية لكن خلينا نقول إنه ما فيش طفل سيء وطفل حلو أو جيد فيه أسلوب معاملة سيئة بتنشئ طفل سيء وأسلوب جيد بيجيب شخصيات إيجابية مش عارفة عايزة أتكلم معاكي في فكرة إنه قد يكون اللجوء للعقاب البدني ده نوع من أنواع الضعف بالنسبة للأهالي يعني هم خلاص بقوا وصلوا للمرحلة من قلة الحيلة هم مش عارفين يتصرفوا فبيعملوا كده ولا في بعض الأحيان بيبقى الولاد من كترة وما هم مستفزين قد يلجأ البعض في الكلام ده لردعوهم أو لمعرفة إنه مش عارفة يعني خلينا نقول يبقوا عارفين إنه في حاجة ممكن هو زي ما أنت قلت هو أسلوب ضعيف أتنين أنا بنفس غيظ فيهم مش بربيهم أنا دلوقتي غضبونة منك أو أنت عملت أي موقف ضد اللي أنا عايزاه فهتلاقيني مش بربيكي ولا بقدبك لا أنا بنفس غضبي فيكي وبالتالي عايزة أقولك أغلب الناس اللي بتعمل الأداء بتاع الدرب كيهم بعد نهاية المعركة والدرب وكده يفضلوا يعياته اللي خلانا نعمل كده وعقدة زنب بقى وتقنيب ضمير بيندم يعني بيندموا والندم ده على فكرة بينعكس كمان في التربية بتاعتهم يفضلوا حتى بيوردوا أولادهم بكرة أنا السبب أنا اللي خلت مومة تعيط أنا اللي خلتها تنهار كده وتفضل عندك جلد زيت وعقدة زنب وشايف تولي الوقت أنت اللي خرمت طبقة الهزون أنت السبب فأنت متخيل الدرب مش وسيلة تربية أبدا أبدا وخصوصا حط تحت خصوصا دي خمسين ألف خط جسم ابني مش ملك ليا أنا بتعدى على حدود وشخصية أنا جسم ابني آه صحيح أنا مامته لكن مش ملكاه أنا راعية علي بمعنى أنه الله اداني فرصة أن أبني شخصية وأرعى وأنشئ تربية سليمة للمجتمع لكن أن أنا أمتلكه ويبقى سوريا زي العبد وأفضل ألطة شوضرة فيه ترجمة نانسي قنقر